السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكارباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على طريقة اختيار القاطع التفاضلي المناسب لنا من حيث عيار شدة التيار وأيضا كيفية تحديد شدة التيار الفاصل الرئيسي أريد تنبيهكم أولا أنني في هذه الحلقة أتحدث عن القاطع التفاضلي الذي يوفر لنا الحماية التفاضلية فقط ويتم تركيبه في مدخل تغذية القواطع الحالية المغناطيسية أو القواطع الفرعية وليس الفاصل التفاضلي الذي يوفر الحماية التفاضلية وأيضا يوفر الحماية الحالية المغناطيسية ويمكن تركيبه بشكل منفريد على بعض الأجهزة حتى تركزوا معي في أشرح جيدا هناك حلقة تحدثت فيها عن الاختلاف بين النوعين سأترك لكم رابطها في الوصف أو في نهاية هذا الفيديو حتى لا أطير عليكم كل الحلقات المرتبطة بالشرح لهذه الحلقة ستجدوناها في وصف أو نهاية هذا الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ أولا مع الفاصل الرئيسي تحدثنا عنه سابقا يمكننا ضبط وتغيير شدة تيار الحمل أو الأمبير لديه يحمي من التماس الكهربائي ومن الحمل الزائد طبعا ولديه حماية تفاضلية في شق الحماية من التسريب الكهربائي فقط يعني أنه لا يحمي الأشخاص من السعق الكهربائي لأن قيمة شدة تيار التسريب لديه دائما ما تكون 300 ميلي أمبير أو 500 ميلي أمبير أما القاطع التفاضلي فهو جهاز يوفر فقط الحماية التفاضلية ولا يحمي من التماس الكهربائي أو الحمل الزائد دوره فقط في الحماية من التسريب الكهربائي وأيضا يحمي حتى الأشخاص من السعق الكهربائي لأن قيمة شدة تيار التسريب لديه هي 30 ميلي أمبير وهي الأقل من الخطر حسن جدا بالنسبة للفاصل الرئيسي قلنا أننا نستطيع تغيير قيمة شدة تيار الحمل لديه واختيار أي قيمة تناسبنا لكن المشكلة التي ستواجهنا هي مع القواطع التفاضلية التي ستجدون معايير أو قيم محددة لشدة تيار في الأسواق مثلا أنا سأتحدث عن بلدي يتواجد لدينا 3 معيار من حيث شدة تيار القاطع التفاضلي يوجد قاطع التفاضلي بقيمة 25 أمبير والثاني بقيمة 40 أمبير والثالث بقيمة 63 أمبير على سبيل المثال أما بالنسبة لوظيفته الأساسية والرئيسية في الحماية التفاضلية فكلها في قيمة 30 ميلي أمبير إذن كيف سأختار القاطع التفاضلي المناسب لي حسب لوحة التوزيع أو لوحة الحماية المنزلية؟ يعني لا بد أن تكون عملية اختيار قيمة شدة تيار للقاطع التفاضلي دقيقة جدا لأن تحميل أحمال زائدة على القاطع التفاضلي يؤدي ذلك إلى تلفه وضياعه لأن كل القواطع التفاضلية لا تقوم بالفصل إلا في حالة واحدة وهي تدخلها في إطار الحماية التفاضلية أي تجوز قيمة تيار الدخول إليه والخروج منه قيمة 30 ميلي أمبير أو ما تعرف بقيمة حساسية الحماية التفاضلية أما قيمة شدة تيار الموضوعة عليه فهي تشير إلى أقصى قيمة أمبير سيتحملها القاطع التفاضلي في القيام بعمله في كشف تيار تسريب التي لا يجب أن نتجاوزها في أمبير الحمل الذي يمر منه وعبره إلى القواطع الفرعية حسن جداً لمعرفة كيفية اختيار القاطع التفاضلي الذي سيناسبنا في لوحة الحماية الكهربائية من حيث قيمة شدة تيار هناك طريقتين أساسيتين تتحكم لنا في تحديد شدة تيار التي يجب علينا مراعتها في اختيار القاطع التفاضلي سأتحدث في هذه الحلقة فقط عن الطريقة الأولى لأنها هي الأسهل عليكم أما الطريقة الثانية فسأتركها إلى حلقة في القريب إن شاء الله وهي معقدة النوع المال لكنها أكثر دقة إذن كيف سأختار قيمة القاطع التفاضلي التي ستناسبني داخل لوحة الحماية المنزلية وذلك بالاعتماد على قيمة شدة تيار الحمل التي لدينا أو التي قمنا بضبطها في الفاصل الرئيسي سأعطيكم مثال لتوضيح والتبسيط لاحظوا معي جيدا هنا لدينا القيم التي تتوجد في هذا الفاصل الرئيسي مثلا يمكن ضبط هذا الفاصل الرئيسي على القيم تلية 30 أمبير أو 45 أمبير أو 60 أمبير وقلنا أنه لدينا ثلاثة معايير من القاطع التفاضلي 25 أمبير و40 أمبير و63 أمبير ركزوا معي جيدا القاعدة تقول أن شدة تيار الحمل للقاطع التفاضلي لا بد أن تكون أكبر من أو تساوي شدة تيار الفاصل الرئيسي ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إذا قمنا بضبط الفاصل الرئيسي مثلا على قيمة 30 أمبير سنستعمل قاطع تفاضلي بقيمة أكبر من أو تساوي قيمة 30 أمبير يعني أننا هنا سنستعمل قاطع تفاضلي بقيمة 30 أمبير أو أكبر من 30 أمبير لا يوجد لدينا قاطع بقيمة 30 أمبير لذلك سنستعمل الأكبر وهو 40 أمبير لكن على العموم من الأفضل سنستعمل قيمة شدة تيار قاطع تفاضلي أكبر من قيمة شدة تيار الفاصل التفاضلي أو الفاصل الرئيسي وإذا كنا سنقوم بضبط الفاصل الرئيسي على قيمة 45 مثلا فلابد لنا من اختيار قاطع تفاضلي بقيمة شدة التيار أكبر من أو تسوي 45 يعني أننا سنختار هنا قاطع تفاضلي بقيمة 63 أمبير لن نختار 25 أمبير أو 40 أمبير لأنه أصغر من قيمة شدة التيار الحمل للفاصل الرئيسي التي قمنا بضبطها يعني لا بد أن تكون قيمة شدة التيار القاطع التفاضلي أكبر من أو تسوي قيمة شدة التيار الفاصل الرئيسي هنا لك من سيتدخل وسيقول لي أن هذا يتعارض مع مبدأ الانتقائي في الحماية الكهربائية وأن القاطع التفاضلي يأتي بعد الفاصل الرئيسي لذلك يجب عليه أن يكون الأمبير أقل من أمبير الفاصل الرئيسي وأنا الآن سأشرح لكم السبب في هذه العملية أولا القاطع التفاضلي دوره الوحيد هو كشف تيار تسريب يعني مبدأ الانتقائي الذي يجب أن يكون هنا هو قيمة شدة تيار تسريب التي لا بد أن تكون في 30 ميلا أمبير للقاطع التفاضلي و300 ميلا أمبير أو 500 ميلا أمبير عفوا و300 ميلا أمبير أو 500 ميلا أمبير للفاصل الرئيسي هنا شرط الانتقائي موجود يعني تيار تسريب للفاصل الرئيسي هو أكبر من تيار تسريب للقاطع التفاضلي أما شدة تيار التي يتحملها القاطع التفاضلي هنا ليست لحماية بل هي فقط معيار يشيري على قدرة الجهاز على تحمل تيار بقدرة معينة إما 25 أو 40 أو 63 أمبير ثانيا لماذا يجب علينا دائما اختيار قيمة شدة تيار للقاطع التفاضلي أكبر من أو تساوي شدة تيار الفاصل الرئيسي والسبب واضح هو أننا نضع حماية للقاطع التفاضلي نفسه من التلف حتى يفصل قاطع الرئيسي التيار كربائي في قيمة لا تزيد عن قدرة تحمل القاطع التفاضلي أثناء الحمل الزائد إذا كانت شدة تيار الفاصل الرئيسي أكبر من قيمة شدة تيار القاطع التفاضلي قد يتعرض القاطع للتلف نتيجة عبور شدة تيار منها أكبر من القيمة التي يتحملها أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة يعني هنا كأننا نوفر حماية كهربائية لجهاز حماية كهربائية آخر أن الفاصل الرئيسي سيوفر حماية للقاطع التفاضلي لكن لا بد أن يكون الفاصل الرئيسي أقل من أمبير القاطع التفاضلي الآن سأعطيكم بعض الأمثلة على كيفية تحديد قيم أمبير القاطع التفاضلي والفاصل الرئيسي للمنزل أو المنشأة المثال الذي أمامنا هذا الفاصل الرئيسي لا يمكن تعديل قيمة شدة تيار يعني لديه قيمة واحدة محددة في 60 أمبير فقط هنا لا بد أن نستعمل قاطع التفاضلي بشدة تيار أكبر أو تساوي 60 أمبير لا يوجد لدينا قاطع تفاضلي بقيمة 60 أمبير إذن سنستعمل قاطع تفاضلي بقيمة 63 أمبير وطبعا أهم شيء تيار تسريب هو 30 ميلي أمبير المثال الأخير الذي أمامنا كما تشاهدون لدينا فاصل الرئيسي يمكن تغيير قيم شدة تيار بين قيمتين 15 أو 45 أمبير إذا قمنا بضبط قيمة شدة تيار الفاصل الرئيسي في قيمة 15 أمبير فيمكننا حينها اختيار قاطع تفاضلي بقيمة 25 أمبير أو 40 أو 63 أمبير لأن الحرية الاختيار هنا لأنها كلها قيم أكبر من قيمة تيار الفاصل الرئيسي أما إذا ضبطنا أمبير الفاصل الرئيسي في قيمة 45 أمبير هنا لا بد أن نقوم بتركيب قاطع تفاضلي بقيمة 63 أمبير فقط لأن 40 و 25 هي أصغر من 45 أمبير قبل النهاية أريد تنبيهكم إلى مسألتين مهمتين الأولى وهي مراعاة أنواع القاطع التفاضلي التي شاهدناها في هذه الحلقة عند قيمكم بشراء واختيار القاطع التفاضلي المناسب لكم وعلى الأقل لا بد أن يكون لديكم قاطعين تفاضليين من النوع A-C و A على الأقل حتى نحقق الشرط الأدنى للحماية الكهربائية التامة والكاملة حسب الأنظمة والقوانين التي نتبعها في الحماية الكهربائية راجعوا هذه الحلقة لإعادة إحياء وترتيب الأفكار من جديد بخصوص الحماية التفاضلية المسألة الثانية وهي أن لا نحدد قيم قيمة تيار الحمل في الفاصل الرئيسي عشوائيا لا بد أن نراعي مبدأ الانتقائية في الحماية الكهربائية بالنسبة لتيار الحمل لا بد أن يكون قيمة أكبر قاطع حراري مغناطيسي موجود لنا داخل لوحة توزيع المنزلية هذا كل شيء طبعا لازلت هناك شروحات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع وسأقوم بعمل أو إنشاء لوحة حماية وتوزيع كهربائية من الصفر مع الاعتماد على الحد الأدنى للمعايير التي نستعملها عادة لكن ذلك سيكون بعد شهر رمضان أبرك إن شاء الله أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذه النقطة بشكل جيد إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة وأشكر كل من يدعم هذه القناة الصغيرة المتوضعة بالإعجاب والتعليق أو يشارك محتوى مع زملائه في العمل أو طلاب الفصل الدراسي بارك الله فيكم وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة المقبلة